فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ثم قال جل وعلا فاستبقوا الخيرات استبقوا أي بادروها بادلوا الخيرات قبل أن تفوت لأن الدنيا تنتهي والأيام تنطوي والساعات تنقضي فإذا أخرت العمل فقد لا تدركه فعليك أن تبادر استبقوا الخيرات استبقوها قبل أن تفوت ولا تؤجلوا إلى الغد أو ما بعد الغد أو إلى العام القادم فإنك قد لا تدركه ولو أدركت قد لا توفق وقد يعرض لك ما يعرض من الحوائل أو تعجز عن ذلك فبادر ما دمت متمكنا استبقوا الخيرات ثم قال جل وعلا أينما تكون ويأتي بكم الله جميعا الله يجمع الخلائق يوم القيامة على اختلاف أجناسهم وأعمالهم ويجازيهم بها كل بحسب عمله فلا يظن الظنون أن الناس مهملين في هذه الدنيا يصرحون ويمرحون ويختلفون ويعرضون عن كتاب الله ويتركون بل لا بد أن يكون لهم موعد مع الله جل وعلا يجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون إلى الله مرجعكم جميعا فاستبقوا الخيرات أينما تكون في أي مكان وفي أي زمان عليك بالمبادرة يأتي بكم الله جميعا شكرا